بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء كنا في السابق تعرضنا إلى How to distinguish between stress and loads أو زي نحن نميز ما بين الحمل والاستطالة نستكمل مع بعض أنواع التحميل Types of loading عمليات التحميل في أجزاء الماكينات بتنقسم إلى قسمين رئيسيين اللودنج ده ينقسم إلى قسمين رئيسيين أولهم الstatic loading أو التحميل الاستاتيكي تاني حاجة اللي هو ال dynamic loading أو التحميل الديناميكي من الواضح طبعا أنه كلمة static مصحوبة بالسكون كلمة dynamic مصحوبة بالحركة طيب نضرب أمثلة على عمليات التحميل الاستاتيكي وعمليات التحميل الديناميكي أول حاجة في ال static loading نقول مثلا وزن هذا الشخص على الكرسي ده بيمثل static load أو حمل استاتيكي عرفت منين أنه هو حمل استاتيكي؟ أنه الشخص ساكن الحمل مش بيتحرك كذلك وزن المبنى ده على ال foundation أو الأساس بتاع المبنى أو على الأرض أيضا يمثل حمل أو تحميل استاتيكي مش بس عمليات التحميل الاستاتيكي اللي هي الحمل يكون فيها ساكن تماما قد يكون الحمل يزيد تدريجيا لكنه ليس بصورة مفاجئة على سبيل المثال احنا أخذنا قبل كده في اختبار الشبد بنجيب عينة بالشكل ده كده وبعدين بنأثر عليها بمؤثر من هنا قوة من هنا وقوة من هنا مثلا بالشكل ده كده ويتم زيادة الحمل تدريجيا يبقى الحمل كده هنا بيبدأ من الصفر وبعدين يزيد تدريجي شايف الزيادة التدريجية ديت بشكل منتظم هنا ما هيش زيادة فجائية طالما زيادة تدريجية بالشكل ده وزيادة طفيفة في كل مرة ايضا بعتبرها حمل استاتيكي يبقى التحميل الاستاتيكي هو الحمل الساكن تماما او الحمل الذي يزيد تدريجيا بقيمة ثابتة او بقيمة منتظمة وليس بشكل مفاجئ عمليات التحميل الديناميكي الديناميك لودينج ودي طبعا من اخطر انواع الاحمال اللي هو عمليات تحميل الديناميكي لو افترضنا مثلا على ثبيل المثال الجسور جسر زي ده كده او الكبري زي ده بيمر عليه السيارات السيارات هنا بتمثل حمل لكن السيارات في حالة حركة مستمرة فبالتالي الحمل هنا او التحميل على الجسر ده تحميل ديناميكي ايضا ممكن تكون السيارات تكون مثلا تراكس او سيارات نقل محملة ببضائع فبالتالي الحمل يزيد مش بس كده عمليات الويند او الرياح اللي ممكن تأثر على الكبري في الحالة ديت برضو تخلف او ينتج عنها تحميل اخطر انواع التحميل الديناميكي الامباكت لودنج يعني ده نوع الامباكت ده او الحمل التصادمي الاحمال التصادمية نوع من انواع التحميل الديناميكي لكنه اخترها على الاطلاق وهو الحمل الصدمي الحمل الذي ينتج فجأة suddenly زي مثلا الكراش اللي ممكن يحصل ما بين السيارات وبعضها بينتج عنه أثار مدمرة زي سقوط مثلا مبنى نتيجة الزلزال كل دي أحمال بنسميها أحمال دينماكية أو أحمال صدمية زي ما شرحنا بالشكل ده وبنحاول طبعا إن احنا في تصميم أجزاء الماكينات إن احنا نتفادى الامباكت لودينج أو لو الامباكت لودينج ده موجود بنحاول نعمل حسابنا في الأجزاء اللي احنا بنصممها إن هي تقدر تتحمل هذه الأحمال الصدمية نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله